النقطة المهمة اللي انا عايز اقولها تانية في موضوع الطفولة الوعية قلنا المعايشة واسمع منهم في استنباط تلات استنباط كده بيتحطوا مع كلمة المعايشة دولي بص بص يا امهات دي مش مثلا عشر دقايق او يوم او اسبوع لا دولت مستمرين لحد ما ربنا نقابل وجه كريم احنا بنقول ان اي تغيير في السلوك اي تغيير في السلوك بيحتاج من كم من ثلاثة لستة شهور عشان اغر السلوك او اطلع سلوك او استمر فيه من ثلاثة لستة شهور لما ييجي اغير عادة قالك من سبعة الواحد وعشرين يوم عشان عادة بس احاول ان انا ايه اتعود عليه لكن التغيير الحقيقي من ثلاثة لستة شهور التلات استنباط اللي انا هقوله لكو دولت بطول العمر ما بيتغيير ما بقفش ما بقولش خلاص عادة ستة شهور ما بقولش سنة طول العمر تلات استنباط تحفظوهم مني كده وكل واحدة تقول بقى بلغة الجالية بتاعتها انا بحبكو ماما اكتر حد بيحبكو انا بحبكو يا اولادي بحبكو نجحتم ما جبتو التسعين جبتو التمانين تلاتوا بحبكو ليه انتو اولادي فبقول ده دايما مش انت عارف ان ماما تحبك ابدا وديك نقص خطر كده وامسك الامة حزها كده اليوم ما تيجي تقول ايه ابنها بيسألها ماما هو انت بتحبيني كارسة ان انا وصله ان هو يسأل اشباع الاحتياجات الفيسيولوجية القاعدة بتاعتها في مسلس مصله تحت ايه اه اه مشاعر مش للتقدير ولا الزات ولا الحاجات الاساسية بنتكلم في ضروريات اكل وشرب وفيسيولوجيا والحاجة للحب والحنان انا بحبكم ماما بتحبكو جدا على فكرة جدا واقول كده بديه اول استنبه انت بنتي وانت يا حبيب السلوك ده اه السلوك ده غلط ما يحبهش شان الله عز وجل لا يرضاه او سلوك غير انساني لك انا بحبك انت بنتي حتى وهي بتعمل غلط ايوه اصلا مش المستهده في الجلد ومش المستهده في الضرب ومش تازه ان انا اتغزت قوي فطلعت كم غضبي في العيل فلا المستهده في ان هو يغير السلوك ولو نجحنا في ده نجحنا يبقى اول حاجة الحب الغير مشروط بقول دايما بقرر قد ايه كده بعد كل صلاة والله لو عايزها خمسة من عشر مرات في اليوم حلو الاحضان والاشباع المشاعر اللي هي الاشباع العاطفي مش الجسد بس عمالين بنعرف يقولك الامهات شغالة عالفة في الاولاد تلبس وتأكل وتعمل ودرق فين بقى القلب والروح فاضي لا اللمسات والضمات الاولاد من بعد سن خمسة ده احداشر سنة السوبيان بيبقوا مش عايزين لمسات قوي لتي ممكن ابقى اتفق معاه على حركة بنعملها كذا مش عارفة ايه ايه اي حاجة من الحاجات اللي بيعملوها الامات الايام لكن البنات لا قاعدية على رجلك وتبسيها وتقطقطيها وتعملها وحبيبة قلب وماما التوتا العسولة الجميل اللي لابسه حجاب امور العسولة يوتي كتا كميلة والله يقول تعالي وهريها بس واحضانه ولما هم يحبوا كده يا رب بس يعني نفهم وننفس والرجالة يعملوا بعد كده عشان بيحصل خوائق عاطفك لما تتجاوز تقول لك امك اتما اشبعاني عاطفك تروح لراجل قاسي تقول لك باش رجعوني البيت اهلا بس لا بيقول ولا بيتكلم ابو الهول تقول لك تزوجت ابو الهول تصيبه بلاش دلوقتي نتكلم في الازواج خلينا في التربية يبقى الاشباع العاطفي رقم اتنين يبقى اول اسطنبا الحب الغير مشروط واعمل منه اشباع عاطفي له للروح رقم اتنين بصوا الاسطنبا دي مفيش حد في الدنيا هيحبك قد امك مفيش حد في الدنيا هيعوز مصلحتك اكتر من نفسه قد امك يا ماما عارفيه اقررها الفين مليون دي شليون عشرة مرة اسطنبا بتتحط شفت غسيل المخ احنا ان شاء الله بنعمل لهم كده خلايا جديدة في مخوه مفيش حد في الدنيا هيحبك قد امك مفيش حد في الدنيا هيعوز مصلحتك اكتر من نفسه اكتر من امك وابوكي برضو ايه يعني كده يعني ان احنا محتاجين الاب اقول لكم ليه محتاجين الاب في مرحلك بعد مرحلك تسع سنين رقم الاستنبا رقم تلاتة اه بعمل معها اسمها ربطة فيها الاي كونتاكت عيني في عينها بنفس مستوى البصر يعني وانا قاعدة بكلمها بكلمها بنفس مستوى البصر ده قاعدة بكلمي كده مش انا وقفة وهي قاعدة او انا قاعدة وهي وقفة لا اي كونتاكت ع نفس مستوى البصر وامسك ايديها بعد اي حاج بعد النهار ده مثلا وانتو راجعين من طلعين على باب المعرض واشتريت لها قصة واثنين امسك ايديها وبص في عينيه وقول لها كده انا موجودة في الدنيا علشانك لو احتاجت في اي وقت انك حاجة عايزة تحكيها من قلبك امك موجودة عشان تسمعي بس ثلاث جمل بصطة هوا بصطة بقولهم وبحفظهم وبكررهم مام احنا 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 فيش حد في الدنيا بيحبك اكتر عارفنا يا مام انا اللي بيحبك اكتر حاجة يا خلي امالي يحفظوهم على كده الحاجات اللي بنعمل لها اسقاط ذهن في عقل اولادنا كده وهكذا في التربية الايمانية سيبك من التربية الفانكوشية والمادية والعلمان سيبك من الكلام اللي طالع ده في حاجات صح والغلط اللي فيه اكتر من الصح لكن التربية الايمانية المغرس في ابني يوم اما تبقى في زن اصلى على الرسول هو قال كده الحديث وانا مصدق النبي على السلام ولا لا اصلى عليه يكفى همك ويكفر زنبك صح ولا لا يكفى همك عندك هم اه الواجب الدنيا الفيزياء الرياضة عايز فلوس المصروف اما باجي علم عقيدة واسم الله الرزاق ماما انا عايز كده حبيل انسان انا 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 اللي في ايدي الكاري يا ماما ما المحفظة ايو عند باب وانا شو تعبوك ممكن دي حصل اي عاجة تختفي تروع الدنيا اسأل الله الرزاق الاول وعلموا عقيد التوحيد اسأل اللهم ان ياسلكوا باسم كاريك الرزاق خلا بوا يفتح المحفظة والديني بالفروس يا رب هو كده وما نيجي نعلم عقيدة نعلمها بالطريقة دي الحاجات اللي بعمل لها اسقطات ذهنية في عقل اولادي ما بتروحش اشتركوا في القناة